دعت هنغاريا الاتحاد الأوروبي للتوقف عن سياسة العقوبات التي ينتهجها ضد روسيا والتركيز بدلا من ذلك على وقف إطلاق النار وبدء المفاوضات وقال مستشار رئيس الوزراء الهنغاري بلاج أوربان إنه كلما زادت العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي زاد إلحاق الضرر بالكتلة بأكملها وستكون أوروبا في النهاية الطرف الخاسر بسبب المشاكل الاقتصادية